اشتركوا في القناة واشاد ملك البلاد المفدى خلال لقاء جلالته بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان اليوم في قصر الصفية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالمستوى المتطور الذي وصل اليه التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والذي يشهد زيادة مضطردة في كافة المجالات وقد رحب سمو حاكم عجمان خلال اللقاء بزيارة ملك البلاد المفدى والتي رفقه فيها سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حيث تم تبادل الأحاديث الودية المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهم الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهم المتبادلة ويلبي تطلعاتهم المستقبلية وألقيت خلال اللقاء قصيدة شعرية رحب فيها الشاعر سعيد خلفان الكعبي بجلالة الملك المفدى والوفد المرافق لجلالته وأقام صاحب السمو حاكم عجمان مأدوبة غداء تكريما لملك البلاد المفدى يده الله وفي ختام الزيارة قدم صاحب السمو حاكم عجمان لجلالة الملك المفدى هدية تذكارية بمناسبة زيارته لإمارة عجمان عبارة عن سيف من الذهب